فعلاً لجريدة الشروق ونورهان تمنى مرسلة قناة الأهلي عشان نعرف منها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع نورهان صباح الخير عليك طبعاً وبقالنا كتير مشوفنا كيش معانا في عشرة صحف الأهلي صباح الفل وعرفينا كده أي أخر الأخبار وأهم المنشطات اللي نرزت في الصحف العالمية والمحلية تفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان نحن هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة الشروق نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم يمكن طبعاً حديث عن منتخب مصر لا ينقطع في الصحف المحلية وأول خبر معنا من جريدة الوطن رسمياً بكاري جسامة حكماً لمباراة مصر والكاميرون إن شاء الله بإذن الله في التساع مساء يوم الخميس المقبل منتخب مصر على مواجهة منتخب الكاميرون في دور نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تصدفها الكاميرون حتى 6 فبراير الجاري سندت لجنة التحكيم للاتحاد الأفريقي إدارة المباراة للحكم بكاري جسامة والحكم هيسم قراط على تقنية الفيديو وده بعد جدل كبير حول حكم مباراة مصر والكاميرون يمكن في بعض التخوفات من اختيار بكاري جسامة نظراً لتاريخ يمكن مش أفضل حاجة مع الحكم دوت ليه الفرق والمنتخبات المصرية ولكن إن شاء الله نسأل الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في المهمة القادمة والتاني خبر معنا من جريدة الشروق وتعرف على رسالة كيروش للعبي المنتخب قبل مواجهة الكاميرون نشر أو كتب المدير الفني كارلوس كيروش المدير الفني البرتغيالي لمنتخب مصر رسالة خاصة للعبين بعد الفوز على المغرب في المباراة الماضية طبعاً في دور ربع نهاية البطولة بهدفين مقابل هدف أرسل كارلوس كيروش رسالة خاصة للعبي المنتخب عبر حسابه الشخصي بتويتر وقال فيها شباب تأهلنا إلى دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخب مصر متأكد من أنكم تحزون بالاحترام من مشجعينكم بينما يستمر الآخرون في الحديث ونواصل نحن السير نحو هدفنا وحلمنا وآخر خبر معنا من جريدة اليوم السابع الفراعنة يتفوقون على أسود الكاميرون بـ 22 مليون يورو قبل نصف نهائي الكام يمكن القيمة التسوقية للمنتخب المصري في الفترة الحالية يمكن في أفضل حالتها بسبب وجود عدد لا بأس به من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم طبعا نجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي نجمينا محمد صلاح ويمكن القيمة التسوقية الكاملة لمنتخب مصر قدرت بـ 161 مليون و250 ألف يورو تقرير اليوم السابع قال أن القيمة التسوقية لمنتخب الكاميرون تقدر بـ 139 مليون يورو وده يعني أن فيه فرق حوالي 22 مليون يورو بين المنتخبين إن شاء الله منتخبنا القومي يفرحنا في المباراة القادمة رغم صعوبتها وإن شاء الله نفرح كلنا ودي كانت كل أخبارنا هنا من جريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو كمان احنا بنشكورك جدا على التغطية دي نورهان شكرا لك الخبر الأخير دا أنت بتحب الأرقام شفت الفرق في الأرقام برضو كبير يعني فبس بس مش برضو الحسابات بتبقى بالفارق في يعني الصفقات أو الأرقام هي معروف برضو الفريق دا عامل ازاي معروف الفريق دا عامل ازاي معروف يعني القصة وكمان أنت بتتكلم في عدد البطولات وغيره بالزبط بس أكيد حاجة تساعدنا طبعا واحنا حاجة برضو يعني مش معلومة جديدة أو حاجة اللي هي نستغربها طبعا فيه فرق كبير جدا وقيمة اللعيبة عندنا برضو حاجة عظيمة